اكدت دولة الامارات ضامنها ووقوفها الى جانب المملكة المغربية في معركة ثامين معبر القرقرات ضد استفزازات الانفصاليين وجاء في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الاماراتية ان دولة الامارات افتتحت مؤخرا قنصلية العامة بالعيون تقف الى جانب المملكة المغربية الشقيقة وتدعم قرار صاحب الجلال الملك محمد الثالث بوضع حد للتوغل الغير القانونية بالمنطقة العازلة للقرقرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانثياب الطبيعي للبضائع والاشخاص بين البلدين الجارين وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية عن ادانتها للاستفزازات والممارثات اليائثة والغير المقبولة التي تمت منذ الواحد والعشرين اكتوبر الماضية والتي تشكل انتهاكا صارخا للااتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لامن واستقرار المنطقة حسب الخارجية الاماراتية واجددت دولة الامارات دعمها الموصولة للمملكة المغربية في كل الاجراءات التي اتخذتها للدفاع عن سلامة وامن اراضيها ومواطنيها من جهتها اكدت دولة قطر تأييدها للمملكة المغربية في التحرك الذي قامته به بمعبر القرقرات الحدودية وفي بلاغ لوثارة الخارجية القطرية اكدت الاخيرة انها تعبر عن قلقها العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر القرقرات الحدودية كما تعرب عن تأييدها للخطوة التي قامت بها المملكة المغربية الشقيقة بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسدادة الناجمة عن عرقلة الحركة في المعبر وكانت القوات المسلحة الملكية قد قامت صباح اليوم بفتح معبر القرقرات وترضي عناصر جبات البوليسار والذين تسببوا في غلق المعبر الحدودية لمدة ثلاثة السابعة وعرقلة الثير العادي للحركة التجارية نحو دول افريقيا وكان بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الجمعة قد اكد ان معبر القرقرات بين المغرب وموريتانيا اصبح في الوقت الحاضرة مؤمنا بشكل كامل من خلال اقامة القوات المسلحة الملكية لحزام امنية بتعليمات من الملك محمد الثادث القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية واوضح البلاغ انه طبقا لتعليمات الملكة القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تم يوم الثالث عشر نوانبر الفين وعشرين القيام بعملية وفقا لقواعد تدخل واضحة تقتضي تجنب اي احتكاك بالاشخاص المدنيين تحرك المغرب في القرقرات سياسيون واعلاميون وبرلمانيون موريثانيون يدعمون موقف المملكة ويدينون تصرفات البوليساريو عبرت شخصيات سياسية واعلامية ومفكرون موريثانيون عن دعمهم للمغرب في مواجهة التحركات الاستذاذية التي اقدمت عليها عناصر جباة البوليساريو في منطقة القرقرات وتزامنا مع تحركات القوات المسلحة الملكية في القرقرات ادان القيادية الاسلامية محمد غلام الحاج الشيخ الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس البرلمان ما اقدمت عليه جباة البوليساريو خلال الايام والاثابع الماضية واكد محمد غلام الحاج الشيخ الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس البرلمان ان ما قامت به البوليساريو في الايام الماضية من غلق كامل لمعبر القرقرات الذي يعتبر ممرا لتجارة الدولية وشريان حياة لاغلب حاجيات البيوت الموريثانية هو عملية تجويع لم يراعي فاعلها انعكاثه الخطيرة على شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الموريثاني واضاف المتحدث ان هذه الازمة كانت تحتاج الى تحرك من الطرفين الموريثاني والمغربية لاعادة ثيابية البضائع وايقاف تجويع الشعب الموريثاني المحاصرة ومن جهتي قال الكاتب والمفكر الثياسية محمد المختار الشنقيطي ان البوليساريو جرح دفينة في خاصرة المغرب العربية معتبرا ان الكيان الوهمية يسمم العلاقات بين الشعوب المغربية ويمنع الوحدة بينها كما اعتبر الشنقيطي ان البوليساريو تسعى وراء وهم دولة خيالية لا مكان لها في التاريخ او الجغرافية سوى التشبت بمواريط الاستعمار الاسبانية البغيدة ويجب التخلص من هذا الجرح فورا والى الابد وكان وفد برلماني موريثاني قد قام بزيارة تضامنية مع ثائقية الشاحنات المغربية التي احتجثت على الطرف الآخر من الحدود بين المغرب وموريثانيا اثر ما اقدمت عليه البوليساريو من اغلاق لمعبر القرقرات وكتبت البرلمانية الموريثانية ذينب التقي ان الزيارة جاءت تضامنا مع الاخوة المتضررين وقياما بواجبنا في تمثيل الشعب المضيافة حسب قولها واعلن المغرب اليوم تدخله لاعادة الحركة في معبر القرقرات بعد ثلاثة ثابيع من العرقلة متحملا كافة مسؤولياته ومؤكدا ان الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الانفصالية تم توثيقها والمملكة منحت الوقت الكافي للمساعي الحميدة للامين العام للامم المتحدة من اجل حمل البوليساريو على وقف اعمالها الهاذفة الى زعزعة الاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة الا ان دعوات المينورثو والامم المتحدة ضلت من دون جدوى اكدت القوات المسلحة الملكية من خلال العدد الاخير من مجلتها ابرام صفقات تسلح جديدة مع فرنسا للحصول على مجموعة من المعدات العسكرية الثقيلة المخصصة للاستعمال البري والجوية ابرزها مدافع سيزارة وانظمة الدفاع الجوية في الميكا وميسترالة فيما يجري التفاوض مع المزودين لثوقع عقود الحصول على مدرعات وعربات وخافرات لأعالي البحار وسيحصل المغرب بموجب هذه الصفقة على وحدات من مدافع سيزارة ذاتية الحركة التي تطورها مصانع نيكستر الفرنسية والتي تنتمي الى صنف مدافع هوتزر من عيار 155 مم وهي مجهزة بالعديد من اصناف الذخائر العنقودية والموجه القادر على اصابة الاهداف بدقة عالية على مدى يصل الى غاية 42 كم بالاضافة الى كون الجزء من مركبات الربعية الدفع باستطاعة التنقل بين الاماكن الوحرى وكانت هذه الصفقة قد ظهرت الى العلن عبر وسائل اعلام فرنسية في يونيو الماضية والتي تحدثت عن كون الاتفاقية التي وقعت بداية العام الجارية تتضمن تسليم المغرب 36 مدفعا من الطراز المذكورة مقابل 170 مليون اورو وستتوفر الوحدات التي ستستلمها القوات البرية للجيش المغربية على نظام تحكم ذكية في القادفات وانظمة ملاحة متطورة ويدخل اقتناء نظام الدفاع الجوية في الميكا في اطار المرسوم الذي وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثمانية في مايا الماضية بخصوص قرد تتجاوز قيمته 192 مليون اورو لتمويل عقد تجاري مع ادارة الدفاع الوطنية الفرنسية ومؤسسة ام بي دي او لصناعة الثواريخ ويصنف هذا النظام من بين اكثر انظمة الدفاع قصيرة المدى ارض جو كفاءتنا ويمتلك قدرة على تغطية كامل محيطة واطلاق الثواريخ يصل مداها الى 20 كم اما بخصوص انظمة الدفاع الجوي مسترال فهي عبارة عن منظومة ذات فعالية فائقة يصل مداها الى 8 كم بسرعة تصل الى 930 مترا في الثانية وهي بدورها تصنع من طرف مؤسسة ام بي دي او وتتوفر على العديد من القدرات المتقدمة مثل توجيه الثواريخ بواسطة الاشيعة تحت الحمراء بالاضافة الى كفاءتها في تدمير الاهداف الجوية والى جانب ذلك ينتظر ان تشمل الصفقة المقبلة اقتناء مدرعات فاب امكي 3 التي تصنعها شركة رونو تراك وهي عبارة عن ناقلة جنود مقاتلة تستطيع حمل عشرة اشخاص وتصل سرعتها الى 100 كم في الساعة اما مداها فيصل الى 800 كم الى جانب عربات اركوس المرتبطة بصفقة مدافع الثيذارة كما ينتظر ان تشمل ايضا خافرات لاعالي البحارة يستطيع المغرب ان يستخدمها لحماية حدوده المتوسطية والاطلسية افاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المثلحة الملكية مثاء يوم الشمعة ان معبر الجرجراث بين المغرب وموريثانيا اصبح في الوقت الحاضر مؤمنا بشكل كامل من خلال اقامة القوات المثلحة الملكية لحزام امني بتعليمات من الملكة القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المثلحة الملكية واوضح البلاغ انه طبقا لتعليمات الملكة القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المثلحة الملكية تم يوم الثالث عشر نوانبر الفين وعشرين القيام بعملية وفقا لقواعد تدخل واضحة تقتضي تجنب اي احتكاك بالاشخاص المدنيين واضف المصدر داتو ان خلال هذه العملية فتحت الميليشيات المثلحة للبوليسار والنار على القوات المثلحة الملكية التي ردت عليها واجبرت عناصر هذه الميليشيات على الفرار دون تسجيل اي خسائر بشرية مؤكدا ان هذه العملية تأتي على اثر اغلاق ميليشيات البوليساريو للمحور الطرقي العابر لهذه المنطقة الرابطة بين المغرب وموريثانيا وابرز البلاغ انه بعد ان اخذت علما بتدخل القوات المثلحة الملكية الذي تم طبقا لتعليمات الملكة اقدمت عناصر ميليشيات البوليساريو عمدنة على احراق معسكر الخيامة الذي اقامتها وعمدت الى الفرارة على متن عربات من نوع جيب وشاحنات نحو الشرق والجنوب تحت انظار مراقبية بعثث الامم المتحدة وخلص البلاغ لان معبر القرقرات اصبح الان مؤمنة بشكل كامل من خلال اقامة حزام امنية يؤمن تدفق الثلع والافراد عبر الممر الذي يربط بين المركزين الحدوديين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة